أكد رئيس مجلس الوزراء تقديره لدور الصحافة والإعلام وحرصه على مناقشة التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الصحفية والسعي لتدليلها وخلال لقائه برئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشربجي لمتابعة عدد من ملفات العمل أكد أنه سيتم التوجيه بالعمل على تدليل التحديات التي تم عرضها بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة وكذلك أداؤها لدورها المهمة وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية كما تطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه عمل تلك المؤسسات خاصة في ملفي الضرائب والتأمينات منوها إلى ما يتم بدله من جهود للتواصل الفعال مع الجهات المختلفة للتعامل مع تلك التحديات